السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أصلي وأقرأ التشاهد أزيد في نهاية التزاود اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن فتنة المحية والممات وفتنة بسيخ الدجال فعل علي اسم بسبب هذه الزيادة أبداً هذه الصيغة ورد بيها بعض الأثار وبعض الأحاديث يبقى إلا حاصل فيجوز أن أنت تعمل ده ليس عليك اسم لا ده هذا ذكر والصلاة كلها ذكر مش كده الصلاة كلها ذكر ولا ذكر الله أكبر إن الصلاة تتنع عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ليه لأن الصلاة نفسها ذكر الصلاة كلها من أولها بندخل فيها بأله أكبر ونخرج منها بالسلام عليكم ورحمة الله يبقى إلا يحصل الصلاة كلها ذكر وحركات ذكر قراءة الفاتحة ذكر قراءة السورة ذكر التكبير ذكر الحمد ذكر تسبيح الله ذكر فالصلاة كلها ذكر وحركات بس والزاك بيعرفوها ايه افعال مخصوصة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة تفتتحوا بالتكبير وتختتموا بالتسليم ايه ده يبقى اذا الصلاة كلها ذكر والذكر مفتوح ونذلك ايه اللي حاصل بعد التشهد هذا الذكر اللي احنا بنقوله بعد التشهد ورد بيه الحديث ويجوز وليس عليه اسم بل عليه ثواب ودي منزيادة في الصلاة لحاجة